اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقوة لاستهار الوطن وتنميته ثم اكد مجلس الوزراء على اهمية النسخة السابعة من التمرين البحري الدولي المشترك والتي شهد جانبا منها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها المجلس بدور مثل هذه التمرين المشتركة في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تحد من حرية الملاحة والحفاظ على التدفق الحر للتجارة البحرية في المنطقة والعالم معربا عن شكره لقوة دفاع البحرين والقيادة المركزية للقوات البحرية الامريكية والاصول الخامس الامريكي والقوات البحرية المشتركة والحلفاء وجميع الدول المشاركة في هذا التمرين البحري الدولي المشترك المهم بعد ذلك أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم حيث جاء ذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية إلى ذلك رحب مجلس الوزراء بحصول مطار البحرين الدولي على تصنيف الخمس نجوم من شركة سكاي تراكس العالمية هيئة التقييم العالمية وذلك وفق الخدمات المباشرة المتعلقة بالمغادرين والقادمين والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء والأمن والجوازات والمتاجر ومرافق الخدمات حيث هنأ المجلس وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المبدولة بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وإدارة شرطة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف لتعزيز التعاون الأمني الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال الشرطة المجتمعية ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية حول التعداد السكاني لمملكة البحرين للعام 2021 والتي أظهرت أن عدد سكان البحرين بلغ في منتصف العام 2021 حوالي مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وستين نسمة مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية لعام 2021 والتي أظهرت تحسن أداء معظم المؤشرات الاقتصادية التي يتم رصدها من قبل الوزارة مقارنة بعام 2020 فيما تجاوزت بعض المؤشرات المرصودة مستويات ما قبل الجائحة مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ما تم البدء فيه من يناير الماضي حول تعديل شرائح صرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمحدود الدخل وفقا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وقرار مجلس الوزراء والذي جاء بعد التوافق مع السلطة التشريعية ثم أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية التركية إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر